أهلا بكم من جديد تعهدت رئيس الوزراء البريطانية تاريزا ماي بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيد في مواجهة معارضة شديدة من أنصار الانفصال وقالت ماي في مقالة نشرته صحيفة البيلي تيليغراف إنها لن تكون مرغمة على القبول بتسويات على مقترحات خطة تشاكرز في حال لم تصب في المصلحة الوطنية وكانت ماي عرضت في تموز يوليو الماضي خطة نصة على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء منطقة تبادل حر جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمهوركي ومجموعة من القواعد المشتركة وواجه المشروع الذي عرف بخطة تشاكرز باسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه واجه على الفور معارضة قوية من دعاة البريكسيت المتشدد في صفوف حزبها المحافظ نفسه اتعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء التي أفضى في حزيران يونيو عام 2016 إلى للخروج من الاتحاد ينضم إلينا هنا في الستوديو محمد عايش الكاتب الصحفي أهلا بك سيد محمد سيد محمد ما هي أبرز المعويقات أمام خطة مي أهم ما تواجهه الخطة هو المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الحاكم واستقال أهم رمز أو قطب كان يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي اللي هو بورس جونسون في داخل حزب المحافظين وكانت استقالته بمثابة ثورة على مي الآن هي تواجه المشكلة مشكلة هذه الخطة أنها تواجه معارضة من دعاة البريكسيت ومن المعارضين لبريكسيت يعني هي لم ترضي أي من الطرفين وعلى الرغم من ذلك هي تتمسك بها ما أمكانية أن يوافق عليها الاتحاد الأوروبي ولماذا تتمسك بها إلى هذا الحد يعني التقدير بأن هذه الخطة هي التي يمكن أن تجنب بريطانيا ما يسمى أو ما يسمى إعلاميا بالهارد بريكسيت اللي هو ما يمكن أن نطلق عليه الخروج الصعب أو الخروج غير السلس من الاتحاد الأوروبي وهذا إذا توصلنا إلى عدم اتفاق أو اتفاق لا يضمن الخروج السهل من الاتحاد الأوروبي هذا يهدد الاقتصاد البريطاني لكن أنا في تقديري أن الأوروبيين أيضا مضطرين للبحث عن طريقة تجنب بريطانيا الهارد بريكسيت قبل ما تحدث عن الاتحاد الأوروبي من الواضح بأنه ما يتمسك بهذه الاتفاقية حتى أنها تقول بأنها لن تقدم أي تنازلات على هذه الاتفاقية حتى لو دم الخروج دون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مخاطر الخروج دون الاتفاق دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ما هي الأثار على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي وأكثر من ذلك نطبعا بدون التوصل إلى الاتفاق سيكون كارثة كارثة على الاقتصاد البريطاني وعلى أوروبا في آن واحد حتى ما تحدث به تيريزامي هو ما يشبه الأسوأ الأحوال أو التهديد هي تهدد المعارضين لهذه الخطة هي تتمسك فيها طبعا لأن هذه نتيجة سنتين نحن اليوم نتحدث عن سنة ونص من المفاوضات الصعبة والشاقة مع الاتحاد الأوروبي خلالها أيضا تيريزامي خاضت انتخابات من أجل أن تدخل على الأوروبيين بموقف تفاوض صعب بالتالي عدم التوصل إلى اتفاق هو حدوث كارثة اقتصادية بالمناسبة اللجنيل السرليني واليورو الأوروبي تراجعوا تراجعات حادة خلال الفترة الماضية أو خلال الشهر ونص منذ أن عرضت تيريزامي هذه الخطة وحتى الآن نحن نتحدث عن تراجع في اللجنيل السرليني بأكثر من حوالي 10% خلال هذه الفترة وبالتالي هناك حالة من القلق أنه إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق الاقتصاد البريطاني سيذهب إلى الهاوية والأوروبي أيضا سيذهب إلى هاوية أيضا إذا تم التوصل إلى اتفاق غير مرضي أو اتفاق تعييس إذا جاز التعبير بالنسبة للبريطانيين فهذا مؤدى أنه إحنا الاقتصاد البريطاني سوف يعاني كثيرا ما مدى وقعية خطة مي خطة مي تستوجب اتفاق جملكي ومجموعة من القواعد المشتركة بالتالي ما مدى وقعية ذلك وأمكانية تحقيقه في الفترة الزمنية المطلوبة أنا صباح اليوم التالي للاستفتاء كنت ضيف على أحد القنوات التلفزيونية وسئلت هل ممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقلت بأن الحالة الوحيدة هي الخروج من الاتحاد الأوروبي والاستعادة عن الخروج بمجموعة من الاتفاقيات تعوض العلاقات التجارية والاقتصادية من الاتحاد الأوروبي هذا ما فعلته عماليا هذه الخطة هذه الخطة فيها مجموعة من الأفكار أو الاتفاقيات التي يمكن التوصل إلها يمكن أن تعوض بريطانيا جزئيا عن الاتحاق بالاتحاد الأوروبي بهاي الحالة بالمناسبة تستفيد بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي وتتجنب سلبيات يعني تأخذ إيجابيات الخروج وتتجنب سلبيات الطلاق ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لأنك في أكثر من مناسبة ذكرت الاتحاد الأوروبي ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى أن يوافق على هذه الخطة دون معاقبة بريطانيا على خروجها من هذه المجموعة أو تهديد الاتحاد وكيانه هو الاتحاد الأوروبي يحاول أن يعاقب بريطانيا وهذا سر المفاوضات الشاقة التي خاضتها تيريزامي لكن ما الذي يدفع أو يجبر الاتحاد الأوروبي هو أنه سوف يدفع ثمنا موازيا اقتصاديا بمعنى أن أزمة مثل أزمة اليونان والاقتصاد اليوناني لا يكاد يذكر أمام الاقتصاد البريطاني أثرت على كل القارة الأوروبية كل الاتحاد الأوروبي الآن إذا دخلت بريطانيا في أزمة اقتصادية أو إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي خروجا غير مردن فهذا معناه في نهاية المطاف أن هناك أزمة اقتصادية ستدخل فيها بريطانيا وأزمة موازية ستدخل فيها الاتحاد الأوروبي وهنا نتحدث عن ألمانيا وفرنسا بشكل رئيس محمد عيش الكاتب الصحفي كنت معنا هنا في الستوديو